تحتفل مصر بالذكرى الثامنة لفتتاح قناة السويس الجديدة والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح الزيسي في السادس من أغسطس من عام 2015 ليصبح هذا العمل من أهم الإنجازات الاقتصادية المصرية منذ سنوات طويلة وساهم هذا المشروع في زيادة القدرة الاستعابية للقناة واختصار زمن عبور السفن للنصف وتحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحية يبقى تاريخ السادس من أغسطس عام 2015 يوما فريدا في التاريخ المعاصر عندما احتفل المصريون والعالم أجمع بافتتاح قناة السويس الجديدة بمشاركة دولية وديبلوماسية رفعة المستوى رغم أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء تنفيذ المشروع تم في الخامس من أغسطس عام 2014 لم يستغرق إنشاء القناة الجديدة سوى عام واحد فقط من خلال الدعم الشعبي الذي كان وراء المشروع والإقبال غير المسبوق على شراء شهادات استثمار قناة السويس لتمويل المشروع الذي تكلف 60 مليار جنيه تم جمعها في أقل من أسبوعين القناة الجديدة جاءت بطول 35 كيلو مترا وبموازاة قناة السويس الأصلية بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفعات البحيرات الكبرى بطول إجمالي يقدر ب37 كيلو مترا القناة الجديدة ساهمت في زيادة القدرة لاستعابية القناة ورفع تصنيفها وتعظيم القدرات التنافسية من خلال إضافة شريان جديد وتفادي أي تحديات ملاحية طارئة واختصار زمن عبور السفن للنصف كل ذلك انعكس على أرقام الملاحة غير المسبوقة التي حققتها القناة وكان لها أثر كبير على الاقتصاد المصري بتحقيق أعلى عائدات سنوية في تاريخها المؤسسات الدولية كان لها تقييمة إيجابية للغاية في هذا الشأن حيث توقعت الإيكونوميست أن يظل ميزان الخدمات في مصر محققا لفائد مدعوم بصورة رئيسية بتوسعة القناة وزيادة إرادتها مجموعة أكسفورد هي الأخرى أكدت أن قناة السويس تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداما بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن الدولية مؤسسة فيتش كذلك رأت أن قناة السويس ستحفز نمو الاستثمار في مصر مشيرة إلى أن إرادتها المرتفعة ستحقق تعافيا كبيرا بالميزان التجاري للخدمات من جهتها لفت توكالة بلومبرغ لأنه بدون قناة السويس سيتعين على المركبات العابرة من الشرق الأوسط إلى أوروبا الصفر ستة آلاف ميل إضافية وزيادة ما يقرب من ثلاثمائة ألف دولار كتكلفة إضافية للوقود فقط هذا وتكتسب قناة السويس مكانة دولية خاصة باعتبارها شريانا وممرا ملاحيا رئيسيا لحركة التجارة العالمية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والنقلات العابرة نهدي للعالم شريانا إضافيا للرخاء وقناة تواصل حضاري بين الشعوب لتساهم في تنسير وتدمية حركة الملاحة الدولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة